في اجتماع مجلس إدارتها السنوي الذي ترأسه عامل عمالة إقليم العرائش بوعصم العالمين استعرضت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أهم المنجزات المحققة والتحديات المالية التي تعرقل تنفيذها لبعض المشاريع الكبرى وخلال عرضه في الجلسة الافتتاحية أوضح محمد الشاوي المدير العام للوكالة أن أعضاء المجلس الإداري سجلوا ارتياحا عاما بفضل التطور الملموس في خدمات الوكالة التي صنفتها بعض التقارير في المراتب الأولى وطنيا نسجل بارتياح الحمد لله الشهادات جميع الأحضاء في حق الوكالة وذلك راجع إلى المؤشرات المهمة لحقت الوكالة والإنجازات المهمة لحقت الوكالة ونعطيكم مثال على هذا أن أحد أعضاء المجلس الإداري قال شحال هذه كنا الوكالة على شافة حفرة أو هيارة في الإنعاش الحمد لله الوكالة دابة فاقت بكثير بعض الوكالات وبعض القطاعات الأخرى ديال الماء والكهرباء قال لنا واحد مشروع المهم وكل شيء يكبع عليه من السيد العامل من وزارات الداخلية ووزارات المالية وجميع الشركاء ديالنا هو إنشاء محطة معالجة الماء المياه العادمة بإقليم العرائش وخاصة مدينة العرائش والقصر الكبير وكان التزام ديال الجميع لأننا نخرجوا هذا المشروع في أقرب وقت ابتداء من أواخر هذه السنة تبدأ إن شاء الله الأشغال في هذا المشروع الكبير وكان ظن على أن الأمور إن شاء الله ميسرى وخاصة التضافر ديالجامعة من جانبه كشف محمد ألحماني عضو ورئيس لجنة المراقبة المالية للوكالة عن أهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة سواء في المدن أو القرى التابعة لها الوكالة حاليا عرفت حتى تغيير مهم من ناحية الخدمة ديالها لا في المدن ولا في القرى لتبع الوكالة المستقلة وزير الماء والكعربة الوكالة في حاجة نمسى إلى موارد مالية من أجل إنجاز مشروع ديال المحطة المعالجة في كل العرائش والقصر الكبير وأوضح أن الوكالة بحاجة مست إلى موارد مالية لإنجاز مشروع محطات معالجة المياه العادمة في العرائش والقصر الكبير وأبرز أن هذا المشروع أصبح من الأولويات الوطنية فمن غير المقبول أن تظل العرائش التي تعتبر عاصمة فلاحية للجهة وتساهم في الإنتاج الوطني من الخضار والفواكه والأسماك بلا محطات معالجة المياه هذا أصبح من أولى الأولويات وهذا من أولى البرامج الوطنية لأنها كيف يعقل أن العرائش عاصمة الفلاحية للجهة تزود الجهة بالخضار والفواكه ووطنيا كذلك بالخضار والفواكه وكذلك بالسماك الآن العرائش المؤشرة دي التنمية دائما لإقليم داعريش كتك لصد ثالث في أحد المجموع العرائش قصادة أخذ حق إذا كانت طانجة وطيتوان وبعد أقالي من أخرى أخذت حقها تنمية مجالية وربينا عمع لها بواحد حاجة اللي هي مهمة بالزيارة الملكية اللي كي يزورها كذا أخذ حقها والله ينصر جلالة الملك لأنه كذا أخذ حقها ولكن العرائش ما أخذاش حقها وبهذه المناسبة كان وجه الشكر من السادة الغزراء اللي سهموا في هذا المسعوب كل من السيد وزير التجهيز ولكن عندنا لقاء معها بحضر سيد المدير دي الوكلة أنا كنت زرته شخصيا كبر لمعني وحضر المدير دي الوكلة وسيد المهندس التقني دي العمل للعرائش وشرحنا له في حوال مشروع دي التزود العرائش بمحطة ما وكذلك نهيب الجهة بدورها تهيخصها تساهم الجماعي المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في حلم العرائش بتاريخ خمسة محرر ألف وبروستة 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 نجرية الموافع من 11 يولو في مستر أفين وعشر وشاركوني أصالة عن نفسي ونيابة عن كاركس أعضاء المجلس الإداري أن أفع إلى المقام العدي بالله أسمع عبارة الولاء والإخلاص والوفاء وأزكى آيات الطعام منتزمين بالتجمد الكامل وراء خطوات جلاته كما أعبر جلالتكم عن مباركتنا لكافة قطوات الحكيمة والسليدة التي تتخذونها للتغني عن سيادة الوطن وتثمين أمن واستقار هذا البلد وصون وحدته وإعبار منورات يأسة التي يديرها أعضاء وحدتنا الترابية للمس بأراضينا ونؤكد أننا الجنود المجندين وراء جلالتكم للدفاع عن وطننا الحبيب ونصرة الحق أبقاكم الله يا مولاي دخلوا ملادا لهذه الأمة وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد فطاركم وحقق مسعاركم وأقال عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولي الحسن وشد أزركم بشقفكم صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولي رشيد وسير أفراد أسرة الملكية الشريفة إنه سميع المنجيب الدعوات والسلام على المقام العالي بالله وخمته تعالى وبركاته حري ربي العلائش في خمسة محرم 1746 هجرية الموافق 11 في اليوز 2024 خديم الأعتاب الشريفة العالمين بعظم عامل إقليم العلائش رئيس المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة